مرحبا بكم في مع المغرب من واشنطن on Median TV we're delighted as always to have you join us for another episode well last week the leaders of the world's largest economies met in يا سرنا دوما أن نلتقي بكم في برنامج مع المغرب من واشنطن مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة قبل أسبوعين التقى زعماء أكبر اقتصادات العالم في اندونيسيا ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة العشرين خلال اللقاء سجل الرئيس الصيني أول ظهور رسمي له منذ بدء جائحة كورونا وأجرى لقاء وبعد طول انتظار مع الرئيس بايدن استمر ثلاث ساعات ولم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة وأرسل بدلا عنه وزير خارجيته سيرجي لفروف الذي غادر الاجتماعات قبل انتهائها وكانت القضية الأوكرانية أكثر القضايا جدلا في هذه القمة فالولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا وآسيا أرادوا إدانة قوية لروسيا بينما عارض آخرون مثل الصين وإندونيسيا والهند هذه الإدانة في حلقة اليوم سوف نلقي نظرة عن قرب على هذه القمة وما تعنيه بالنسبة للسياسة العامة في الشرق الأوسط من هم الرابحون ومن هم الخاسرون وما الذي يمكن توقعه بن استمرار المنافسة بين الصين والولايات المتحدة وكيف سيؤثر ذلك على حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط وهل خصصت هذه القمة بعض الاهتمام للقضايا التي تهم الدول النامية مثل الدعم الغذائي والاقتصادي ضيفنا اليوم هو ديفيد شنكر المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية وهو يشغل الآن كبير الباحثين بمعهد واشنطن للشرق الأوسط وهو مدير برنامج المعهد للسياسات العربية ومن عام 2018 إلى 2021 عمل كمساعد لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط حيث أخبرني أنه عمل عن قرب مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لتزكية اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وكان أول مسؤول رسمي أمريكي يزور الصحراء المغربية حيث زار مدينتي العيون والدخلة كما عمل في السابق كمسؤول سام في وزارة الدفاع لشؤون الشرق الأوسط والشام وهو كاتب ومحلل للقضايا العربية ونبدأ اللقاء كالمعتاد مع المعلق الخاص للبرنامج جورج لاندريث جورج الرئيس بايدن سافر إلى إندونيسيا مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية والتي أصفرت عن فوز غير متوقع لحزبه الأمر الذي فاجأت داخل الأمريكي والعالم على حد سوى ومن المفارقة أن الرئيس الصيني كذلك زار إندونيسيا بعد ثلاثة أسابيع فقط من ضمانه فترة رئاسية ثالثة وضمان زعاماته للحزب الحاكم في الصين الزعيمان معا أبدايا مرنة واستعدادا ملحوظا لتجاوز الخلافات لي هنا سؤالان الأول هل ترى مؤشرات لانخفاض التوتر بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين والثاني ماذا يعني بالنسبة لك الفشل في التوصل إلى موقف مشترك تجاه روسيا كما العادة يا آدم أسئلة جيدة ومركزة فبينما كنت أعتقد أن مخرجات اللقاء بين الرئيس تشين جينبين والرئيس بايدن كانت إيجابية لا أظن أنني أصبت والسبب أنه من الواضح أن النظام الشيوعي الصيني يطبق أجندة بعيدة المدى طبقها ويواصل تطبيقها وجزء من هذه الأجندة هو تنويم المجتمع الدولي والاستمرار في مخططاتهم وإلى حد معين أتمنى أن لا ننخدع بظاهر الأمور بل يجب النظر إلى العمق والأفعال لأنها هي الأهم وتعكس ما يصبون إلى تحقيقه أتمنى أن ترى إدارتنا وأجهزتنا لاستخباراتي ذلك بالنسبة للسؤال الثاني والمتعلق بروسيا لا أعتقد أن الصين تريد أن ترى نهاية للحرب الأوكرانية لأنها تساعدهم في صرف أنظار العالم عما يقومون به في الداخل أنا أعتبرهم اللاعب الأكثر شرا في العالم فهم يستفيدون من أي حالة عدم استقرار عبر العالم انظر إلى ما يفعلونه إنهم يساعدون روسيا لتجاوز العقوبات الدولية وهو ما يفسر الكثير مما يحدث هناك جواب جد ميكافيلي من طرف معلقنا الخاص جورج لاندريف ديفيد أود معرفة رأيك في هذه المواضيع حيث أننا نقرأ لبعض المحللين الذين يقولون إن الولايات المتحدة تحاول التقرب من الصين لعزل روسيا هل تعتقد أن هذا الأمر صحيح؟ وما هي رسالتك لزعماء العالم الذين يرفضون اتخاذ موقف مساند الأوكرانيا؟ هل سيدر ذلك بعلاقاتهم مع الولايات المتحدة؟ شكرا يا آدم لإستضافته وأعتقد أن الصين تقوم هنا بدور اللاعب السيء وبدون شك أعتقد أن هناك العديد من الدول التي تشعر بالخوف من الصين مما يمكن أن تفعله وهذا أمر مفهوم وإذا نظرت إلى لحظة ترك الميكروفون مفتوحا في قمة العشرين فإن الرئيس الصيني هدد بالفعل رئيس وزراء كندا تردو من على منصة المؤتمر وكذا فإن دولا عديدة تنظر إلى علاقاتها التجارية مع الصين وتقدر ضخامة الاقتصاد الصيني ولذلك تلتزم أقصى درجات الحضر من الإقدام على عزل الصين حيث أن لذلك عواقب كبيرة على عكس علاقات تلك الدول مع الولايات المتحدة حيث أنه إذا كانت هناك مشكلة مع دولة ما فإن واشنطن تظهر ذلك بطرق عديدة أما الصين فيتقتفي أثر خصومها وتعاقبهم بطريقة لا تفعلها الولايات المتحدة لذلك أعتقد أن إدارة رئيس بايدن لم تطلب من الدول أن تختار بين الولايات المتحدة والصين ولكنها تريد فيما تعلق بقضايا معينة أن يضع شركاؤها بعض الخطوط الحمراء لقد قرأت موضوع عن مصدره العاصمة البحرينية المنامة وللتذكير في الوقت الذي كان بايدن في إندونيسيا كان نائب وزيره للدفاع كولين كول يتحدث في ندوة خاصة بالأمن في البحرين وخلال مداخلته قال كلاما مهما عن الصين والعلاقات الأمريكية بالشرق الأوسط حيث قال كما سبق لك وأشرت إن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها بالشرق الأوسط ألا تكون لها علاقات مع الصين وأن ليس عليها أن تختار بين الصين وأمريكا لكنه يرى في المقابل أن هذه العلاقات مع الصين حين تتجاوز بعض الخطوط تتحول إلى تحديات أمنية للولايات المتحدة ثم أضاف يجب أن نكون واضحين بشأن نوايا الصين في منطقة الشرق الأوسط فهم لا يهتمون بتحالفات ذات منفعة متبادلة وليس لديهم النية أو القدرة على دمج بنية لأمن المنطقة الصين تهمها فقط مصالحها الضيقة ومعاملاتها التجارية والجيوسياسية بينما نهجنا مختلف نحن نريد دمج المنطقة لكن مع الحفاظ على الاستقلال الذاتي لكل بلد أنا أتفهم أن هناك إغراءات لكن الصين ليس لديها القدرة على توحيد المنطقة ضد إيران بل هي حليفة لها ولن توفر الأمن للمنطقة ديفيد أنت تعرف كول وأنا على يقين أنك تخالفه الرأي في الكثير من المواقف لكن هل تتفق مع رؤيتي لسياسة الصين تجاه الشرق الأوسط؟ وإلى أي مدى تعتقد أن العلاقات الصينية الشرق أوسطية تضر بالمصالح الأمريكية؟ ثم أخيراً ما الذي ينتظره البيت الأبيض من حلفائنا العرب؟ كولين كول محق تماماً فيما قال وأتفق معه تماماً في ذلك وعندما كنت مساعداً لوزير الخارجية أنضيت حوالي 20 إلى 25% من وقتي في العمل على قضايا تتعلق بالصين في الشرق الأوسط وذلك لأنك إذا كنت راغباً في وقف المد الصيني والدخول في منافسة مع القوى الكبرى مثل الصين ليس بوسعك إنجاز ذلك بمجرد التوجه إلى آسيا ونشر قواتك هناك وإنما يتعين عليك أن تتنافس مع الصين على أرض الواقع في كافة مناطق العالم وأحد هذه المناطق الهامة الشرق الأوسط لذلك فعلت مثل كولين وأبلغت الشركاء أنه لا يتعين عليهم الاختيار فنحن نتفهم جيداً أن الصين شريك تجاري للسعودية والإمارات في مجال الطاقة وغيره وكذلك إسرائيل ولكن لا يمكنك استيراد تقنية 5G من شركة واوي الصينية وتشارك في نفس الوقت في برنامج إحلال الطائرات المقاتلة بطائرات أحدث فهذا شيئاً ليس بوسعك الجمع بينهم وهنا يتعين عليكم الاختيار لأنكم ستعرضون أمنان القوم للخطر وفيما تعلق بالتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة هناك خطوط حمراء معينة وسنكون سعداء بتفسير ما هي هذه الخطوط الحمراء من جانبنا وهذا توقع معقول إزاء شركائنا العرب الذين لديهم توقعات كبيرة من جانبنا فيما تعلق بدفاعاتهم والتزاماتنا إزاءها هذا مهم جداً وعندما نعود بعد المتحدة سألتعلم عن ديفيد كيف يتعلمون على هذا المؤكد كيف يتعلمون الأرداء المتحدة كيف يتعلمون على الولايات المتحدة هذا مهم جداً بعد الفاصل سوف نستمع لجواب ديفيد عن هذا السؤال كيف هي ردود فعل حلفائنا العرب حين يطلب منهم عدم التعاون مع الصين في قضايا الاتصالات ومعدات الدفاع المتطورة فقد لاحظنا كيف أن بيع طائرات F-35 للإمارات متوقف بسبب تعاونهم في مجال الاتصالات مع الصين وهناك دول أخرى ربما تسير على نفس المنوال وهو ليس بالاختيار المريح لهذه الدول سنستمع لرد ضيفنا شينكر بعد الفاصل مشاهدين الكرام مرحباً بكم مرة أخرى في برنامج مع المغرب من واشنطن نحن نناقش اليوم تداعيات قمة العشرين وميزان القوى بين أمريكا والصين وكيف يؤثر ذلك على حلفائنا العرب قبل الفاصل سألت ضيفي ديفيد شينكر عن تجربته حيال مسألة وضع حلفائنا العرب في موقف الاختيار بين التوفر على تكنولوجيا الاتصالات الصينية أو خسارة نظرة الأمريكية إليك يا ديفيد كان لذلك أثران متعاكسان كما ذكرت مع الإمارات حيث أصبح العمود الفقري لنظام الاتصالات فيها 5G من شركة واوي الصينية وهو نظام الاتصالات لا يعمل مع مرنمج إحلال الطائرات القديمة بأخرى متطورة وهو تعهد التزم به الرئيس ترامب للإمارات ولم يمكن الوفاء به لأن كل دولة أخرى شركة في حلف الناتو وشملها برنامج إحلال الطائرات استبعدت شركة واوي من العمل في نظام اتصالاتها وهناك دول أخرى أدركت حساسية الموضوع نظرا لوضع العلاقات الثنائية مثل السعودية التي دخلت في حوار مع إدارة رئيس بايدن على العمل على تطوير تقنية 5G و 6G مع الولايات المتحدة وهذا أمر إيجابي وحتى مع إسرائيل كان هناك حوار طويل وصعب حول هذا الموضوع لأنه في أوائل عام 2000 كنا سنبيع أنظمة الإنذار المبكر المتقدمة من طراز فالكون واحتجت إدارة الرئيس بوش الأبن ولم تتم الصفقة وإسرائيل دخلت في صفقات كثيرة مع الصين وأثناء إدارة الرئيس بوش تم اعتبار المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية شخصا غير مربوب فيه ولم يعد يمكنه القدوم إلى وزارة الدفاع الأمريكية بل وتم فصله بسبب العلاقات العسكرية مع الصين وأعتقد أن إسرائيل أصبحت تحترم خطوطنا الحمراء الآن ولكن هذا هو ما حدث حتى مع صديق للولايات المتحدة ولا اقتصر الأمر هنا على تقنية 5G بشركة واوي وإنما يمتد ليشمل الذكاء الاصطناعي وله تطبيقات عسكرية ضخمة وكذلك يشمل أنواع أخرى من التكنولوجيا المتقدمة التي نتحور بشأنها مع شركائنا الآخرين في المنطقة سنحن نتحرك إلى المنطقة المنطقة أكثر من جيو بوليتك دعنا ننتقل إلى الفضاء الجيوسياسي الأكبر خلال كلمات أمام القمة العشرين انتقد الرئيس الصيني ما وصفها بسياسات الخفاء وسبق له الرئيس روسي بوتين أن نددا بما أسماياه هيمنة القطبية الواحدة بزعامة أمريكا على القرار الدولي وطالبا بعالم متعدد الأقطاب لا يخضع لهمنة قوة واحدة لدي سؤالا لك الأول هل تعتقد أن هذه الانتقادات عادلة؟ ثانيا حين كنت مساعدا لوزير الخارجية هل تعتقد أن بعض الدول ترى الولايات المتحدة جد قوية وبدأوا في تطوير علاقات موازية واستراتيجية مع قوة أخرى؟ أعتقد أنه سؤال عظيم لكنني أعتقد أن الرئيس الصيني يشكو مما يسميه سياسات التكتل وهي شكوى غير منصفة في الحقيقة فهو يمارس شخصيا هذه السياسة كما رأينا في تكتل بريكس وتكتل البرازيل والهند والصين والروسيا لمعارضة التحالفات القائمة منذ أمد طويل مثل حلف الناتو أو تحالفات التجارة الأخرى فالصين متورطة في سياسات التكتل وهو ما يظهر بوضوح في قمة الدول العشرين الكبرى حيث عملت الصين مع كل من الهند وإندونيسيا الدولة المضيفة لوقف صدور انتقاد حقيقي للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا وإدانته في صياغة واضحة وصريحة وفيما تعلق بحضر الدول العربية من الولايات المتحدة فإنه لا يحدث لأن الولايات المتحدة قوية للغاية وإنما أعتقد أنه بسبب قلق هذه الدول من أن الولايات المتحدة ليست بهذه القوة أو ليست ملتزمة بأن تصبح اللاعب الأساس الدولي الذي يعيد طمأن الدول العالم على بقاء واستمرار قواعد النظام العالمي وتستخدم القوة الملائمة للحفاظ على ذلك سواء في شكل منع انتشار الأسلحة النووية مع إيران وهو أحد أسباب حضر دول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة أو كان القلق بسبب أن الولايات المتحدة لن تقوم بتقييد الصين أو اللاعبين الآخرين الذين يرتكبون أعمالا سيئة في المنطقة وهذا هو السبب في التزام العديد من تلك الدول جانب الحضر في التعامل مع الولايات المتحدة هذه ملاحظة مهمة والسبب لا يكمن في كون أمريكا قوية جدا لكن في كونها غير قوية بما فيه الكفاية سؤال سريع لك حول روسيا قرأت مؤخرا وشاهدت صورا من مالي لمواطنين يحملون لفتات تقول شكرا فاغنر لقد نجحت روسيا في تطوير علاقتها مع بعض الدول الأفريقية وفي شمال أفريقيا مثل الجزائر التي تبيع لها الكثير من السلاح أو ليبيا التي يغذون فيها النزاع أو بعض الدول الأفريقية التي استفادت من دعم روسيا لإستمرار أنظماتها الحاكمة هل هذا مؤشر أن روسيا تناكف المصالح الأمريكية؟ وهل نحن نقوم بما يكفي لمواجهتها؟ هذا يمثل تحديا حقيقيا من روسيا لقواعد النظام العالمي حيث أن روسيا قامت بنشر قوات من المرتزق الروس المسلحين والمدربين والمزودين بالأسلحة للمساعدة في التدخل في الصراعات مع الإصرار على إنكار ذلك وتضع روسيا بذلك أصابعها على ميزان الصراعات وتلعب دورا رئيسيا في ليبيا وفي أنحاء القارة الإفريقية وإلى حد ما في سوريا حيث يرتكب المرتزق أعمالا وحشية وعندما كنت في الخارجية الأمريكية قمت بحث الدول الأوروبية على تصنيف مرتزقة فاغنر الروس كمنظمة يجب فرض العقوبات عليها لانتهاكها حقوق الإنسان وانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي وكل ما سمعته مرارا وتكرارا من هذه الدول أن ذلك أمر خطير واعتقد أن هذا التردد الأوروبي في تحميل هذه المجموعة ومن ورائها الكريملين مسؤولية هذه التصرفات أدى إلى تشجيع بوتين على الاستمرار في الاستعانة بمجموعة فاغنر حتى أنه نشر قوات مرتزقة منها في أوكرانيا وقاموا بقتل المدنيين الأبرياء سؤال سريع آخر حول روسيا السيناتور ماركو روبيو و27 نائبا أمريكيا قالوا إذا ما تواصلت صفقات الأسلحة بين روسيا والجزائر ونحن نتحدث هنا عن صفقات بقيمة تتراوح بين 12 و 17 مليار دولار وتتضمن أسلحة متطورة وطائرات مقاتلة من الجيل الخامس وأسلحة أخرى أكد هؤلاء الأعضاء أنه إذا استمرت هذه الصفقات فيجب على أمريكا معاقبة الجزائر وفقا للقوانين الأمريكية هل تتفق مع ذلك؟ وهل تعتقد أنه سوف يتم التوافق على معاقبة الجزائر؟ أعتقد أن هناك في الواقع اعتماد أمريكي زائد على فرض العقوبات فبينما نقول أننا راغبون في استخدام كل أدوات القوى الأمريكية غالبا ما ينتهي بنا المطاف عند استخدام عقوبات وزارة الخزانة فإذا قمت بدور الشاكوش فإن مشكلتك ستكون المصمار وأعتقد أن هذا هو ما يفعله الكونغرس في أغلب الأحيان ولكن يتعين النظر إلى الجزائر بشكل كلي فالجزائر تمر بمرحلة انتقالية فبينما ترتبط بأفكار الماضي المناوئة للاستعمار فإنها عاكفة في نفس الوقت على تغيير قوانين الاستثمار للسماح للشركات الأجنبية بالعمل في أراضيها وامتلاك حصص في أسهم الشركات مع الاحتفاظ بنسبة 51% والجزائر دولة غضبت لأن الولايات المتحدة قامت بالشيء الصحيح وهو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء قد تكون هناك سبل أخرى لإقناع الجزائر بالتقارب مع الولايات المتحدة رغم أننا لا نرغب في زيادة موارد روسيا حاليا ولكن يبقى السؤال هل ترغب الولايات المتحدة في عزل الجزائر؟ سؤال لكما يا جورج وديفيد ويتناول جانبا آخر من القمة وهو الاستثمارات الأجنبية في البيان الأخير للقمة جاء ما يلي سنتخذ إجراءات منصقة لدفع جندة تهدف إلى تحقيق تعاش عالمي قوي وشامل وتنمية مستدامة توفر فرص العمل والنمو مع الأخذ بالاعتبار فتح المزيد من الاستثمارات في وجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان النامية الأخرى عبر العديد من وسائل وأدوات التمويل المبتكرة بما في ذلك تلقى الخاصة بتحفيز الاستثمار الخاص هكذا دعم يعتبر هاما بنسبة للمغرب ولدول الجنوب التي تضررت من جائحة كورونا والتعيرات المناقية والحرب الأوكرانية حدثني عن دور أمريكا في المساهمة في هذا الدعم أبدأ بك يا ديفيد ثم جورج تقليديا كان ذلك يتم من خلال الوكالة الدولية للتنمية حيث قامت لسنوات بمنح المغرب حوالى 65 مليون دولار والاستثمار في مجالات الصحة وقلق الوظائف ولكن ما تحتاجه المملكة المغربية أكثر من ذلك بسبب التظاهر البيئي وبسبب ندرة المياه وزيادة عدد السكان وسيمكن للمغرب اجتذاب الاستثمار الخاص وهناك اتفاق للتجارة الحرة سوف يساعد المملكة المغربية ولكن ما نتحدث عنه في بطاق قمة العشرين هو الاستثمار الأجنبي في مجال الصحة العامة والتعويض عن الخسائر البيئية واجب أن يكون ذلك بكميات كبيرة من الأموال ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من كل الدول النامية التي أسهمت بشكل كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم أو التغير المناخي جورج في 30 ثانية ما هو رأيك؟ أنا أميل للاتفاق مع ديفيد أظن أن اتفاقية التجارة الحرة والترويج للاستثمار الخارجي هو فكرة جيدة فاقتصادات مثل المغرب هي اقتصادات واعدة فأي استثمار هو مربح للطرفين وهو أمر سيخفف من أي مشاكل مشاهدين الكرام كانت مناقشة شيقة مع المساعدة السابق لوزير الخارجي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكور الذي يعرف المنطقة بشكل جيد وله تجربة طويلة في التعامل مع سياسات هذه الدول والوقوف في وجه السياسات الصينية ومحاولات التعاون مع روسيا ولكن والأهم هو مساعدة دول المنطقة في بلوغ أهدافها وفي نفس الوقت إيجاد مسالك دبلوماسية في العلاقة معها وأهم ما استخلصته من هذا الحوار خصوصا ما يتعلق بالجزائر صحيح هناك مشاكل معها لكن الجزارة ضرورية أحيانا بدل التلويح دائما بالعصى أريد أن أشكر ضيفي ديفيد شينكور والمعلق الخاص للبرنامج جورج لاندريث والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج مع المغرب من واشنطن موسيقى 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 اشتركوا في القناة